الزميلات والزملاء نواب المجلس الموقر إن الكلمة سلاحٌ ذوح الدين فرب كلمةٍ تفتح أبوابًا من الأمل والصدق ورب كلمةٍ يرسلها إنسانٌ دون علمٍ وبيان تكون معولًا للهدم لا للبناء لقد تابعت عن كثب الأخبار المتداولة سواءٌ بالوصائط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانونٍ مقدمٍ من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ثلاثين لسنة ألفٍ وتسعمائةٍ خمسٍ وسبعين بنظام هيئة قناة السويس والذي ينضوي على إنشاء صندوقٍ تابعٍ لهيئة قناة السويس ولقد هلني ما رأيته وسمعته أمس من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكامٍ تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق والذي يعد على حد وصفهم تفريطاً في قناة السويس وإزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر والمقدر من جانبنا بشدة والتي تؤججها الإدعاءات والمغالطات التي صدرت عن أناسٍ لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية في المجتمع لذا فقد وجدت لزاماً علي ضرورة توضيح الأمر فمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه بجلسة أمس والمتضمن إنشاء صندوقٍ تابعٍ لهيئة قناة السويس والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورةٍ نهائية لا يتضمن أيَّة أحكامٍ تمسُّ قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرُّف فيها أو بيعها بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمةٌ وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًّا مائيًّا دوليًّا مملوكًا لها كما تلتزمُّ بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًّا متميزًا ترجمة نانسي قنقر